قال رئيس ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برق عبد البراصي لوكرة رويترز هناك اتفاق لحل أزمة توقف الموانئ النفطية يمكن إبرامه في غضون أسابيع وأوضح البراصي أن اتفاق لإنهاء الحصار المسلح لموانئ نفطية واستئناف الصادرات قد يتم التوصل إليه في غضون أسبوعين وذلك بعد إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة على حد قوله دخلت أزمة إغلاق الحقل النفطية شهرها السادس مع فشل كل المحاولات لحلها في أغسطس 2013 انشق آمير حرس المنشاة النفطية إبراهيم جدران عن الجهاز التابع لرئاسة الأركان العامة وأعلن إغلاق الحقل النفطية احتجاجا على المركزية كانت لهجة الحكومة جادة وصريحة وهددت باستخدام القوة لفك الحصار بعد أن فشلت مساعي الحكماء والأعيان للوصول إلى حل للنزاع بالطرق السلمية ولكن في ردة فعل على هذا التصعيد أعلن ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة أنه يسعى لتصدير النفط وبيعه بصفة مستقلة عن الحكومة إغلاق الموانئ تسبب بخسائر للدولة الليبية تجاوزت 7 مليار دولار بحسب تصريحات وزير النفط عبد الباري العروسي وترجع الإنتاج إلى أن وصل إلى 250 ألف برميل يوميا بعد أن كان 1.4 مليون يوميا في يوليو 2013 النزاع الدائر بين الحكومة والمكتب التنفيذي لإقليم برقة حول الحقول النفطية قلل من ثقة أسواق النفط العالمية في نجاح أي أعلان عن قرب انتهاء أزمة حصار موانئ النفط وذلك لأن الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها في السابق لحل الأزمة كانت لا تجد طريقها للتنفيذ ففي ديسمبر من العام الماضي فشل اتفاق لعادة فتح الموانئ وفي خطوة جديدة أعلن البرعسي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لفتح الموانئ النفطية وحدد فترة زمنية لذلك لا تتجاوز الأسبوعين الأمر الذي قد يحمل بصيص أمل لانفراج الأزمة علي لقماطي ليبيا لكل الأحرار